اهلا بكم اولا شوف بقى دلوقتي احنا لعبنا مطشاط حلوة جدا جدا وعملنا اللي علينا تلت وامتلت وعلى ما يبدو انه التحكيم مش في صلاحنا ومش هيبقى في صلاحنا ده هيستدعي ايه بقى واتمنى انه الكلام ده يوصل للعيبة بتوعنا هيستدعو مننا ان احنا نبقى مستقتلين في الملعب في مباراة الكاميرا مستقتلين حلو احنا لازم نفوز عارف الانجليز كده يقولك ايه بايهوك او كروك لازم نفوز بالطول بالعرض احنا لازم نفوز كله بامر الله سبحانه وتعالى هيحصل ايه علشان نفوز مش مهم بس في حاجة بقى مهمة اللعيبة اللي هما احنا والمشجعين برضو اللي هما احنا على رأي فؤاد المهندس الحوافريت ضبط النفس احنا مشجعين محترمين متحضرين احنا لعيبة محترفين متحضرين ودي اهم حاجة في الدنيا متحضرين متمدنين ازكياء احنا رايحين نلعب ماتش كورة حلو وان شاء الله احنا هنكسب نتظلم ما نتظلمش مش دي القصة احنا مش هنغلط ومش هنمسك علينا غلطة ولا مخلوق هيمسك علينا غلطة سامويل اتو يقول اللي يقوله على عيننا وعلى رأسنا يا عم سامويل انت جميل انت ما حصلتش الكاميرون فرقة قوية والكاميرون بلد افريقي رائع وجميل وشقيق وهيلعابه واخدين الموضوع بمنتهى الجدية واحنا كمان واخدينه بمنتهى الجدية المصريين ما بيخافوش من ماتشاط وما بيغلطوش ودي حاجة مهمة الى ابعد الحدود اللي انا بقولهولك ده بقولهولك علشان تبقى عارف ان احنا مقبلين على ماتش صعب تاني ومحدش معانا قوي مش هفسترباء اكتر من كده محدش معانا قوي محدش معانا خالص محدش دي قد تنسحب على بعض الاشخاص لكن بشكل عام انتو خدتوا بالكو لما احنا كسبنا الماتش بتاع المغرب الناس اللي في الكاميرون هناك في الكامير كنوا فرحانين وبيهللوا وفرحانين بمصر وبيشجعوا وبيسقفوا وميت فل واربعتاشر فما تخلطش الكل بالفرد ابدا